طبقنا كان تبسي الباذنجان بكفتة نبيل المتبلة شوينا كفتة نبيل المتبلة بالفرن على حرارة 180 لمدة نصف ساعة بعدين شوينا الباذنجان وحضرنا صلصة بندورة بيتية عملناهم طبقات طبعا ودخلناهم على الفرن لمدة حوالي 45 دقيقة على حرارة 180 مئوي يقدم على الأرز بشعرية وصحتين وألف عاطية تبسي الباذنجان بالكفتة بكفتة نبيل المتبلة كيلو كفتة من نبيل ثلاثة حبة باذنجان قطعوا مشوية بصلي مفرومة ثلاث حبات فلفل أخضر حار مفروم ملعقة ثوم مفروم أربع كوب صلصة بندورة بيتية ربع كوب من الزيت وعندنا كمان ملعقة من الابهرات المشكلة ملح وفلفل كفتة نبيل ثلاثة في واحد كيف؟ يعني منقدر ناخذ حبتين من كفتة نبيل بمقلاة صغيرة نبقس عليها بيضة ممكن نسويها سندوشات صح شوية مايونيز شوية كاتشاب بطاطا مقلية وخفزة حمام بتشاهي وكمان ممكن نسويها طبق رئيسي صح بالبندورة بالطحنية اللي بتكمية إذن كفتة نبيل ثلاثة في واحد وليوم عنا التبسي أكيد وأول شيء نتعرف على كفتة نبيل عبارة عن كفتة مصنوعة من لحم العجل ومضاف عليها جميع أنواع المطيبات واللي إحنا منحبه طعم اللي إحنا منحبه يا سلام هاي كفتة نبيل طبعا شوي بالفرن على حرارة 180 20 دقيقة أو ممكن نشويها على الفحم حتى إذا كنا مثلا في حديقة البيض وحبينا نشوي نحطها بالشبك نشويها على الفحم تطلع قصة عالمية يا سلام طيب إذن خلونا نبدأ في تطبيق هذا الطبق وكمان رح نقدم جنبه طبق رز مقدم من كرم رز بسمتي فاخر جدا حنسويه مع شعرية حتى يشارك هذا الطبق فأنا هون طبعا منتجات نبيل أو كفتة نبيل المتبلة شويتها أو جاهزة جاهزة طبعا معارضنا جاهزة لإستقبالكم من الصبح من الساعة العاشرة وحتى الخامسة المساء في عنا طبعا اثنين شروم موجود واحد في شارع عبداللغوشي والثاني أول طريق المطار طيب إذا أنا عندي هون الكفتة شويتها وجهزتها وعندي الباذنجان يزيد أنا أحب الباذنجان أشوي حلو طلعوا هايو ما شوي بالفرن بفرن طبعا إلبا الإيطالي بجنن بطلع شايفين هايو طيب إذن منجيب هالصينية طبعا الصينية ألمنيوم عادية إلا عدة سخلمات هايو آه أنا بحب أطلق بصريق ألمنيوم بس في البداية خلونا نحضرنا شوية صلصة بندورة بيتية لهالتبسي ومنضيف شوية من الزيت وفورا بنزل بشوية من البصل المفروم يا سلام والفلفل الأخضر الحار هايو مباشرة وكمان راح نزل بشوية من هالثوم المفروم حتى أعطي نكهة شايفيني حبيبنا كيف عبير ما تطبخ عندي شوي وتتبّل حاضر حاضر ممتاز الموضوع إذن هون في طنجرة أخرى على النار رفعتها راح أبدأ في تجهيز الأرز أرز كرم البسمتي المرتب راح أضيف زيت نباتي أنا هون طبعاً الرز غسلته ونقعته وبعدين تركته لمدة تقريباً الساعة بالنقع راح أضيف هون هالشعرية ونبدأ نحمص الشعرية وبعدين هنضيف الرز ونكمل عملية الطبق عندي على جنب كمان يا يزيد على جنب في عندي ميّة بتغلي أوكي حتى ينجح الرز لأن تكون ذلك ميّة بتغلي بنضياء من الأقلب إلى الياء بدي إبهاراتي مشكلة ولا أطيب من الإبهارات إبهارات طازجة بتنطحن قدام الزبون هايها مباشرة بضيف لي تقريباً ملعقة صغيرة منه بدي أضيف كمان شوي من الفلفل الأسود أكيد شوي من الملح يا حبيبنا حتى نضبط النكهة بسم الله وعندي هون هالبندورة البيتية صارت جازة رايح أضيفها وين على طبعاً بندورة أنا طاحنها في البيت طبعاً موجودة على صفحتي كيف نحضر البندورة البيتية للناس اللي بحبوا يسوها البندورة تعتبر دسمي هاي الأكل دكتور بما أنه الأكل العراقي معروف أنه على فكرة الأكل العراقي دسمي مش دسم بالمعنى الحرفي لكن النكهة الموجودة فيه أنا طبعاً كشف كشف رقم رقم واحد بالنسبة لي الأكل العراقي والله من أطيب الأكل من أطيب الأكل صراحة أنا أنا بحبه بصراحة أوكي وتحديداً دولمة أوه دولمة قصة عالمية دولمة قصة عالمية وإذا بتلاحظوا كمان حاضر حنسوي دول من شاء الله ولا أهمكم أنا هون طبعاً شو سويت حبايبي أضبت الرز رز كرم المنقوع المقصول على هالشعرية ومباشرة رايح أضيف عليها كمان شوية من هالملح حتى يزبط عندي الطعم الملح طبعاً قرار قراركم نرجع على الصينية التبسي بكفتة نبيل المتبلة الروعة أول شي بضيف هالباب نجان حبايبنا دايما أنتوا شايفين يا سلام رحين ننضيف فوق البندورة أول طبقة اللي هو صلصة البندورة المطعمة والمنكهة بالبصل والفيف الأخضر الحار والثوم بعدين يا حبايبنا رحين نقلب الرز شوي أموره تمام الرز كمان نحمصه كمان شوي خليه زيادة نيجي على كفتة نبيل المتبلة ثلاثة في واحد من الروائع هاي هذا الطبق إخوان طبق الروائع تجربوه اليوم وراح تجربوه كل يوم عن جد هذا الطبق أنا من عشاقه واو من عشاق الكفتة المتبلة مع الباذنجان لأنه طبق عالمي بلاي شف البيتنجان وما تحطه بزبط خنكون واقعين ما بعض آه والله كطالة عربي مقلي مشوي مفعوص مقلوبة مش مقلوبة يعني حتى لو بالملوخية بنحط بطلع زاكي إلا هاي إلا الملوخية يزيد إلا الملوخية يزيد أضفنا كمان الطبقة الثانية الآن بدنا نضيف الطبقة إن شاء الله الثالثة من الباذنجان أو الثانية بسم الله ما شاء الله أكل بشحي بإذن الله وطيب تقبل الله الطاعات وإن شاء الله يكون رمضان آمين يا رب وبركة عليكم يا رب كالعادي آمين يا رب إذن هون طبقة من كفتة نبيل المتبلة وطبقتين من الباذنجان فرني إلبا الكهربائي على حرارة مية وثمانين مئوي بدي أضحها خمسة أربعين دقيقة تتسبك ها إنت سمعت المصطلح تتسبك تتسبك تسبك له يعني تنطبخ على نار هادي حتى أخذ من كل هالنكهات رزي صار جاهز ولازم أدير عليه المي بسم الله بسم الله سامع الصوت والله سامع وشامم وشايف هذا هو الصوت اللي أنا بحبه مباشرة نغطي هالرز ما شاء الله ما شاء الله ومنهدي عليه النار حتى ياخذ طولبة لك شوية صغيرة بس إحنا جاهزين سرنا بأخذ ما تبقى من صلصة البندورة البيتية وبضيفه وين على يا سلام الباذنجان من دهنه سقيله أيوا بابنجان كمان مشوي ومباشرة مع ورقة ألمينيوم فويل من آرزي بدي أكتمها للطبخة حتى إيش تنطبخيك في مزاج صحيح في مزاج عالي أحلى مزاج شايفين ورقة ألمينيوم فويل من آرزي صعب صعب أستحلكم الروائح أنا دائما بحث لصحابي شيف بقولهم كمان أكم من سنة رح يصير يقدر اللي قاعها بالبيت يحبر ويشم الريحة بتوقع بتوقع أفران كهربائية رائعة جدا وأسعار منافسة وتكنولوجيا إيطالية مين في مين إذن على الفرن حبيبي على طول وقدش ساعة الآن معك الساعة يا طويل العمر أربعة 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 ونص من طلحة أربعة ونص بتكون تسبكت على الأخير ورزنا على النار جاهز